في خبر صادم جدا حيث يعتبر بمثابة اعلان حرب من روسيا على المملكة العربية الصعودية خصوصا بتقديمها لإيران العذو اللذود للمملكة وليس فقط ذلك بل الدولة المارقة والخارجة عن النظام الدولي وصاحبة أكبر مجموعة إرهابية وميليشية توزعزع بها استقرار مجموعة من الدول العربية روسيا بإهدائها لإيران خمسين مقاتلة من طراز خمسة وثلاثين فلانكار كأنها تعلن الحرب غير المباشرة على المملكة العربية الصعودية قائد القوات الجوية الإيرانية الجنرال وحيدي رسميا يعلن أن إيران ستحصل على 24 مقاتلة من طراز خمسة وثلاثين فلانكار المنتجة خصيصا لمصر إذن هي صفقة مقايضة كبرى بين إيران وروسيا مبلغ عشرة مليارات دولار وطائرة حربية إيرانية بدون طيار مقابل خمسين طائرة صحو خمسة وثلاثين والأيس أربعمائة صفقة تبادلية لا تجعل المملكة العربية الصعودية تتحرك الكثير من الخبراء قالوا أن المملكة العربية الصعودية سترد الصاع صاعين لروسيا ولكن هذه المرة ليس من خلال حرب نفطية بل مملكة العربية الصعودية لديها مجموعة من الأسلحة المختلفة لضرب روسيا في السابقة ضربت المملكة العربية السعودية روسيا بالنفط في حرب النفط المعروفة بينهما حين خرجت روسيا عن اتفاق أوبيك بلس وزادت من انتاجها لترفع المملكة العربية السعودية انتاجها إلى حد أقصى رغم أن السوق كانت مشبعة أصلا مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار النفط فضربت روسيا في مقتل لكن هذه المرة الأمر يختلف تماما المملكة العربية السعودية في مستوى أقصى لإنتاج النفط وبالتالي سيكون هناك انتقام من نوع أخر قالت المصادر أنه تم إرسال أكثر من ثلاثين طيارا إيرانيا إلى روسيا العام الماضي فقط لبدء التدريب على قيادة مقاتلة سو خمسة وثلاثين وفقا للمصادر الإيرانية فإن هدف إيران هو الحصول على أكثر من ستين طائرة سو خمسة وثلاثين قال معلق غاضبا إذا صح هذا الخبر فالروس قد استفادوا من السعودية أكثر مما استفادته السعودية من الروس وقفنا معهم مماء الابتزاز الغربي لعيونهم وبعد ذلك يرد الجميل ببيع السلاح لطهران كيف هذا معقول لكن معلقنا آخرين سخروا من هذه الصفقة أصلا قال معلق سو خمسة وثلاثين هي مجرد خرذة مقابل نظرتها السعودية سيضيفها الإيرانيون إلى مجموعة الخرذة والبالية من عهد السبعينات والثمانينات الغير المطورة مثل الإف أربعة عشر والميراج والميك تسعة وعشرين وقال معلق أخر بالنسبة لي كسعودي يقول إيران في مجال التسليح تحتاج إلى الكثير والكثير حتى تكون ندا لنا كما أن طائراتها هذه السو خمسة وثلاثين ستكون طعما سهلا بالنسبة للطائرات الصعودية المتقدمة وقال معلق أخر أصلا روسيا ليست حالفا وثيقا لنا ففي كل قضايا المنطقة تجد مواقفنا متضاربة مع مواقفها اللهم ما يتعلق بسوق النفط وهو الشيء الوحيد الذي يجمعنا بالروس فيما قال أخر هي مقاتلة متخلفة لعل الضغط الأمريكي كان من صالح مصر هذه المرة أن تتخلى عن هذه الطائرات فتابعها روسيا لإيران أتمنى أن يكون البديل لمصر F-15X بكامل تسليحها وقدورتها فيما رأى آخرون أن مصر بسبب المشاكل التي تعاني منها اقتصاديا وتخليها عن تلك السو خمسة وثلاثين هي المستفيدة من الوضع وقالوا إن مصر كقوة وجيش عربي متقدم تستحق أكثر من السو خمسة وثلاثين فيما أثنى الكثير من السعوديين بالحمد والشكر لله تعالى لأن هذه الصفقة لم تتم حيث قال أحدهم الحمد لله أنها لم تتم هذه الصفقة لأنها ليست أفضل خيار لمصر هناك خيارات أفضل بكثير مثلا الجي 11 الصينية أفضل من السو خمسة وثلاثين وأرخص ثمنا فيما طلب آخرون مصر بالمضي إلى الصفقات الأوروبية وطلبوها بعدم شراء الخردة الروسية قال معلق المصري مصر اختارت صح تجنب عقوبات في فترة الحرب القائمة الآن بين الغرب وروسيا بجانب إحراج الأمريكان والصحيين لأنهم عندما رفضوا الصحو لمصر ذهبت لمن هي أكثر منهم عداوة وراديكالية لهم وذلك بجانب المطالبة بالتعويض من أمريكا والذي سيكون في أضعف الأحوال تطوير الـ F-16 وتأكيد صفقة التايفون والتي هي أفضل بمراحل من الصحو